في هذه الحلقة سنتعرف على فيما يستعمل كيف نتعرف عليه في جملة ما بماذا يتميز كيف نصرف وفي الأخير سنتعرف على يعني صيغة الأمر مع النفي إذن تابعوا معي هذا الفيديو لتتعرفوا على كل ذلك إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت تتعلم على يد أستاذ خبرتها في التدريس تبدأ منذ سنة 1999 من خلال قناة لتعليم لغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف ورجاء لأي شخص يرى أن هذه القناة قد تكون فيها معلومات مفيدة لأشخاص يرغبون في تعلم لغة الفرنسية رجاء لا تجعلوها تتوقف عندكم وساعدوا غيركم أن يصلوا إليها شاركوها مع أصدقائكم في مواقع تواصل اجتماعي فيسبوك تويتر إلى آخره فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله إذن لنبدأ على بركة الله كما تلاحضون نعم الجمل في الأعلى لا تتضمن le prono personal يعني لا تتضمن tu, vous, nous Maintenant quels sont les verbes conjugués dans ces phrases Donc ما هي الأفعال المصرفة في هذه الجمل إذن يوجد ferme, arrêter و finissant Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes l'infinitif يعني أصل الفعل قبل أن يتصرف Donc à quel group appartient chacun de ces verbes إلى أي مجموعة تنتمي هذه الأفعال إذن كما تلاحظون le verbe ferme, arrêter تنتهي ب-ER إذن كما تنتهي بـ-ER وإذن كما تنتهي بـ-ER وإذن عندما سورفا مع نو أخذا I-2S-O-N-S إذن كما تنتهي بـ-ER Maintenant à quel temps est conjugué chacun de ces verbes في أي زمن مصرفة هذه الأفعال كما تلاحظون أفعال الجمل موجود في الأسفل مصرفة au présent de l'indicatif وأفعال الجمل موجود في الأعلى أيضا مصرفة au présent ولكن ليسا de l'indicatif وإنما de l'impératif إذن درس اليوم بعنوان l'impératif présent de verbes du premier et du deuxième group صيغة الأمر لأفعال المجموعة الأولى والثانية فقط ملاحظة l'indicatif والإمperatif هما في الفرنسية يسمياني des modes وفي الفرنسية توجد 7 modes verbaux 7 صيغة للأفعال وكل موض يحتوي على عدد من الأزمين l'impératif موضوع الحلقة فيتوفر فقط على زمنين هما le présent de l'impératif وle passé de l'impératif le passé de l'impératif نديرا ما يستعمل أما le présent de l'impératif فيستعمل بكثرة خاصة في التعبير الشفوي أولا يعني ما هو l'impératif وفيما يستعمل إذن l'impératif كما قلنا هو سيغة نستعملها عندما نريد إعطاء أمر مثل أو اعطاء نصيحة مثل أو تعبير عن تحذير مثل لا تلعب بالنار الآن كيف تتعرفون على l'impératif داخل الجملة في الجملة التي يكون بها l'impératif present لا تجدون le sujet الفاعل الفاعل يكون مكون من كلمة واحدة ويتصرف مع ثلاث ضمائر فقط وهي لا تجدون لا تجدون لا تجدون لا تجدون الدمير الأول في المفرد تُّ لدامير الثاني في المفرد إِل أو أَل لدامير 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 فقط إِل مدكر مسكلن وَل مؤنث فامنا نفس شيء بالنسبة لي لدامير لدامير يعني دامير الجمع هناك تلاتا أيضا نو ويتصمم لدامير andin لدامير الأول في المفرد لدامير لدامير chool دامير ساني في المفرد وال آو أَل الدامير في المفرد لدامير кольку كيف نصرف le verbe على الإمباراتف présent commençons par le verbe du premier groupe لنبدأ ب le verbe du premier groupe التي تنتهي ب ER فقط تذكير جميع الأفعال التي تنتهي ب ER تسمى des verbes du premier groupe ما عدا le verbe الى الذي ينتم إلى le verbe du troisième groupe رغم انتهائه ب ER إذن هناك طريقتين ليننا ساريفان لذب الابراتف présent طريقة الأولى نأخضوا مثلا لذب يوي نوعفوه au présent مالذ사가 كيف نوع تُ نوع ونقبقي تُجو نوع 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 chose ثم نتخلص من البعوس نقبقي فنحسل على أيضا لاحظوا أن معا تُّ تنتهي بس لكن في الاندكاتف يُكتبوا بدون س طريقة ثانية نأخذوا مثل لفربي مرشي نزيلوا له لترمناسون يعني ونحتفضوا ب لفربي مرشي لفربي مرشي لفربي مرشي لفربي مرشي يعني أُنس أز ونقرأ مرشي مرشي أمثلا أخرى لسيئنس رغارد 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 لانس 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 المراجعة أيضا بالنسبة للفعل ناجي كما تلاحظون أضفنا إلى ج لتقرأ لأن ج إذا كتبت وراءها تقرأ كما رأينا في درستعليم النطق ولي كي نقرأها ج نضيف لها أ ناجون قلنا أن البرب مع تُّ تكتب بدون أس إلا أن هناك استثناء في حالة ما إذا كان الفعل المصرف على دوزيام person يعني تُّ متبوعا ب أُّ أُّ هنا نضيف أس للفعل و وذلك للربط وسهولة النطق أشخاص أجل أحاول أعظن أضفنا س أيضا رانج تزافر رانجزي تزافر أضفنا س لن ندي travelers وزن المطقة كما ترتب في البرب المصرفة هناك تريكة تن أطربيكة الأولة نصرفو le verbe au présent de l'indicatif مع tu nous و vous ثم نتخلص من les pronoms personnels exemple le verbe choisir donc نصرفو au présent de l'indicatif tu choisis nous choisissons vous choisissez و نتخلص من les pronoms personnels tu nous و و نقرأو choisis choisissons choisissez كما تلاحضون في لذلك لذلك المنزل مع tu تنتهي ب s أو بكل بساطة نأخدو لذلك لذلك ونزلل لهم لذلك المنزل ir مثلا لذلك لذلك نزلل لهم ir ونحتفدو بذلك لذلك لذلك ثم نضيف لهم لذلك المنزل is i2s o n s و i2s o z ونقرأو grandis grandissons grandissez لذلك 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 المنزل لذلك تبدأو بي س كيف تسرفو لذلك 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 نفس ما قلناه سابقا مع إضافة لذلك 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 تسرفو بدوره سابقا 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 لذلك لذلك هنا كتبنا أَنَا بِقُرْبِهَا أَوْ لَتِهِيَا وَيَلْ أما إذا كان un verbe pronominal هنا لاحضوا معي ماذا سيحدث نأخد مثل سُّلَوَي إذن على فرم أفرماتي على الإمپératif présent يُكتبوا لَفْتُوَا لَفُونُو لَفَيْوُ ولكن عندما نريدو أن نكتوباها على فرم نگاتف لاحضوا ما سيحدث إذن تو ستعوضوا ب تُّ وَتُّ دَعُو أَوْنُ لَفَرْبِ قَبْلَا لَفَرْبِ إذن سَنَ دَعُوْ نَوْ لَفْتُ 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 أي نَوْتُ لَفْتُ أيضن بالنسبة لي لَفَنْ نُو وَا لَفَيْوُ نَوْ نُوْ لَفَمْ نَوْ لَفَيْوْا نَوْ لَفَيْوْا وَكَمَا تُلَحِدُونَ لَنَ دَعُوْ لَتْرِيْدُّ نُوْ أَلَا فَرْمَ نَغَتِيْوْا فَقَدْ أَلَا فَرْمَتِيْوْا في الدرس القادم إنشاء الله سَنَدْرُسُوا سَأَتْرُكُهُ لَكُمْ في صندوق الوصف لهذا الدرس عندما يصبح جاهزا إن شاء الله إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صلح دعائكم وإلى حلقة أخرى بإذن الله ترجمة نانسي قنقر